هل تجوزت السادس عشر وترغب فعلاً في الدراسة بالمملكة المتحدة؟ إن كنت كذلك وتريد الدراسة بالمملكة المتحدة لأكثر من ستة أشهر أو كنت تريد العمل أثناء الدراسة فتقدم بطلب للحصول على التأشيرة العامة للطلبة الطريقة مباشرة ومبنية على نظام واضح للنقاط ستحتاج إلى أربعين نقطة قبل أي شيء تأكد من وجود ما يكفي من المال لتمويل دراستك وجود المال الكافي سيمنحك عشر نقاط من الأربعين المبالغ المطلوبة تتراوح قيمتها وفقاً لمدة إقامتك ومحل دراستك فمدينة لندن أغلى من مناطق أخرى في المملكة المتحدة لمعرفة المزيد اضغط على علامة الجنيه الاسترليني عليك أن تثبت توفر هذا المال لديك إما بإرسال كشف حسابي مصرفي أو من مؤسسة رهن عقاري مع استمارتك أو دفتر مؤسسة رهن عقاري أو خطاب من مصرفك أو من مؤسسة مالية نظامية يؤكد توفير المال لدى حصولك على التأشيرة عليك أن تثبت وجود المال بحوزتك 28 يوماً على الأقل قبل تقديم الطلب يمكنك مراسلة عدة مؤسسات في المملكة المتحدة وتلقي عروض من بعضها أو من جميعها ولكن قبل أن تبدأ التقديم تأكد من أن المؤسسة مرخصة من وكالة الحدود البريطانية لرعايتك في البرنامج الدراسي الذي تريده بإمكانك التعرف على المؤسسات التعليمية المرخصة على هذا الموقع الإلكتروني بعد أن تتخذ قرارك النهائي حول المكان الذي ترغب في الدراسة به أطلب من المؤسسة التعليمية التي اخترتها أن تعطيك رقماً مرجعياً إلكترونياً يسمى تأكيد قبولك في الدراسة بعد حصولك على رقم تأكيد قبولك في الدراسة من المؤسسة التعليمية المختارة ستحصل على 30 نقطة إضافية لمزيد من المعلومات والإرشادات تصفح هذا الموقع لدى قبولك في الدراسة من قبل مؤسسة مرخصة وحصولك على رقم تأكيد قبولك في الدراسة وتدبير مصاريف الدراسة ستكون مستعداً لتقدمي بطلب للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة للطلبة تقدم الطلبات بالبريد الإلكتروني أو البريد أو شخصياً للتعرف على الاختيارات المتاحة في بلدك تصفح هذا الموقع يجب أن يشمل طلب التقديم ما يلي رسوم التأشيرة جواز وثيقة سفر سارية تأكيد القبول للدراسة في المؤسسة المرخصة التي ستدرس بها إثبات توفر التمويل اللازم استمارة مكتملة إضافة إلى ما يفيد حصولك على المؤهلات المناسبة المعتمدة من المؤسسة المرخصة لقبولك في برنامجها الدراسي وإية متطلبات أخرى خاصة ببلدك كالبطاقات الشخصية ووفقاً للبرنامج الدراسي الذي تريد الالتحاق به قد تحتاج أيضاً إلى تقييم مستواك الحالي في اللغة الإنجليزية قم بزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات إذا قدمت وثائق مزيفة أو كذبت أو أخفيت معلومات سيرفض طلب التأشيرة وقد تمنع من دخول بريطانيا لفترة تصل إلى عشر سنوات ستحتاج لزيارة مركز التأشيرات أيًا كانت الطريقة التي ستقدم بها الاستمارة حيث سيقومون بأخذ بصمة أصابعك وتصويرك بكاميرا رقمية لمعرفة أقرب مكتب تأشيرات للمملكة المتحدة اطلع على هذا الموقع إذا قدمت كافة المعلومات الصحيحة بدقة في استمارتك ستصلك التأشيرة خلال عشر إلى خمسة عشر يوماً أو أكثر في فترات ضغط العمل تقدم بطلبك مبكراً قدر الإمكان لدى وصولك المملكة المتحدة احتفظ بالمستنادات الداعمة في حقيبة يدك لربما احتجتها لك الآن أن تستكشف المملكة المتحدة لمزيد من المعلومات وللحصول على نسخة من الاستمارة تفضل بزيارة هذا الموقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر